في تطور غير مسبوق لظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا يسجل تزايداً مقلقاً في عدد الاعتداءات ضد المسلمين في هذا البلد أزيد من 222 اعتداء تم تسجيله في الفترة ما بين شهر يناير وشهر مارس من العام الجاري مقابل 37 اعتداء سجل في الفترة نفسها من العام الماضي المرصد الذي أنجز التقرير بالاعتماد على الشكايات المسجلة في هذا الإطار أكد أن هذا الارتفاع يأتي في أعقاب أحداث شغل إبدو مشيراً إلى تسجيل نحو 178 اعتداء في شهر يناير فقط أي بارتفاع فاق الألف بالمئة مقارنة بيناير من 2014 وأشار المرصد إلى أن هذه النسبة عادت للانخفاض خلال شهري فبراير ومارس لتتراوح بين 80 و100 في المئة اعتداءات تتنوع ما بين مضايقات في الطرقات وفي وسائل النقل وانتهاك لحرمة المساجد فضلاً عن تهديدات وتوجيه شتائم أو اسم البنايات التي يتردد عليها المسلمون برموز نازية موجة الإسلاموفوبيا بفرنسا طالت التجار المسلمين إذ أعلن العديد منهم عن تراجع رقم معاملاتهم خلال الأشهر ثلاثة الماضية موجة عنف وكرهية خلفت ارتياباً في أوساط مسلمي فرنسا الحكومة الفرنسية تستعد للإعلان عن خطة لمكافحة العنصرية ومعادات السامية يتوقع أن تتضمن عقوبات صارمة ضد مرتكبي هذه الاعتداءات